حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق مين يا رسول الله؟ مين أحاسن الناس أخلاقا؟ فيهم ثلاث صفات الموطؤون أكنافة الذين يألفون ويؤلفون يبقى أكتر الناس اللي بيعيشوا في محاسن الأخلاق هم الناس اللي فيهم الثلاث صفات دورة إن هم موطؤون أكنافة ويألفون ليألفون الناس ويألفهم الناس يبقى أولى الناس بمحاسن الأخلاق هم أهل بيتنا لأن الرسول الله عليه وسلم قال إن احنا نبدأ بما نعود لكن احنا عندنا عائق كبير جدا جدا من عائق بتألف داخل البيت وإن احنا مش قادرين نفهم بعض خاصة ما بين الأباء والأولاد أنا أقصد الأباء يعني الأمهات والأباء مش الأباء بس اللي هم الأباء فقط حياتنا تغيرت يا سادة حياتنا تغيرت وأصبحت عندنا مشكلة كبيرة بعد ثورة الاتصالات وثورة المواصلات عارفين إيه المشكلة؟ إن احنا عندنا متغيرات كتير وتغيرات قليل فخلت الحياة أسرع بكتير عند أبنائنا وخلاها أكثر تحديات عندهم وعشان كده بقى الاتضغط عندهم موجود في كل مراحل حياتهم حتى عند الأولاد في الابتدائية